بداية يبدو أن الولايات المتحدة اتخذت قرارا وهناك مصادقة على ضربات لوكلاء إيران كما تحدثت في العراق وسوريا وتستمر لعدة أيام بداية كيف من الممكن أن نقرأ هذا القرار من قبل الولايات المتحدة وتداعياته أيضا يعني بسم الله الرحمن الرحيم لما اتخذوا قرارهم كانوا طيلة هذه الفترة ربما هناك مشاورات عديدة هناك ضوط من الجمهورين هذا الأشياء داخلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية لكنهم في كل أحيانهم اتخذوا القرار بايدن اتخذ القرار نتيجة أيضا ضغط الجمهوريين ما ننسى هذا الوضع المشكلة خليها داخل الولايات المتحدة الأمريكية اللي احنا يهمنا بالموضوع كيف راح تكون الضربات وكيف راح العراق يتلقاها وما هي قوة الضربات وين أماكنها يعني وين المكان المتوقع بداية يعني ربما الطقس السيء الآن اللي يمر به بالعراق ربما يؤثر ربما يؤثر وهذا أيضا حسب تصريحهم على بعض الطلعات الجوية وخاصة يعني أنواع من الغيوم قد تحمل شحنات كاربائية تؤثر على الطائرات لكن هذا أيضا موضوع وقتي لا أكثر ولا أقل يعني ضربات قادمة قادمة اللي اعتقد بأنه فصائل المقاومة الإسلامية وأعتقده على سبب تأخيرهم من حق كل طرفين متقاتليين أن يتقدم كل إجراءات المطلوبة من أجل حماية أنفسهم أنا أعتقد بأنه يعني فصائل المقاومة ربما تستخدم اسلوب الغش والاختفاء الآن لأنه أفضل اسلوب حقيقة لتجنيب مقاتليهم أو عناصرهم الضربات يعني ربما قد يكونون قد حفروا أنفاقا طيلة الفترة الماضية وأنا سمعت مثل هذه الأخبار ربما يكونوا قد غيروا أماكن انتشارهم في عدة أماكن ربما تحولوا من هذا المكان إلى مواقع بديلة أكيد لديهم خطط معينة لمجابة هذه الأخبار بمعنى سيد سرمد اليوم ربما كما تحدث البعض بأن أذرع إيران ووكلائها في المنطقة لن يقوموا بأي تصعيد في مقابل ما ستقوم به الولايات المتحدة حتى ما رأيناه ربما بأن إيران سحبت جزء كبير من قواتها من سوريا هل هذا أيضا له علاقة بكل ما يجري ستقف موقف المدافع أو المتفرج لا 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 ليس كذلك يعني أعتقد بأنه إذا كانت ضربات قوية وقاسية ليست ضربات يعني للشول الإعلامي لا سيكون هناك رد أكيد يعني إذا صعدوا سيكون تصعيد يعني خاصة أنه فقط هو حزب الله اللي أعلن تعليق عملياته المقاومة الإسلامية في العراق ليست فقط حزب الله أنت تعرف يعني حركة النجباء وكذلك حزب الله اللبناني أنصار الله العذين ها غرفة حمليات المقاومة باعتقادة كيف سيكون شكل الضربات الأمريكية إذا كان شكل الضربات الأمريكية إذا شمل فصائل أخرى ستتوسع المعركة أنا أقول لك إذا شمل عدة فصائل أخرى لم تدخل فيه في هذا المحترك الآن مع الأمريكان ربما تزداد رقعة وربما هؤلاء يدخلون بمواردهم الاحتمالات كلها مفتوحة الغرور الأمريكي يعني لو سمحت لي يعني كنا نتكلم قبل اللقاء يعني أنا يعني داخل بمعارك ويهم كثيرة يعني وخاصة عندما يحدد لك مكان ونوع الضربة وكأنه يعني خلاص هو راح يضربك وأنت ما تتحرك ما تسوي أي شيء لذلك هذا الوضع نحن متعودين عليه لذلك هم أعلنوا أعلنوا بصورة واضحة بأنهم حددوا يعني حددوا مستوى الضربات وأنه ستكون خلال يعني أيام عدة أيام يعني إذن مو ضربة وحدة مكتفين بها لا ستكون عدة ضربات لكن حددوا الأماكن في العراق وسوريا يعني لم يتكلموا عن ضربات داخل يعني للأسف طبعا هذا الموضوع هنا سؤال سيد سرمت عندما نتحدث بأنهم حددوا العراق وسوريا هناك دولة اسمها العراق وهناك دولة اسمها سوريا كيف سيكون شكل الرد الحكومي بما أن الولايات المتحدة بيتت هذه النية أعلنت هذه النية في استعراض لقوتها بل وحددت الأماكن وأنها بس يعني بما معنى أنه عندما ينتهي هذا الطقس السيء سترون ما سنفعل يعني طبعا هذا الموضوع أنا قلت لك يعني ما سمعت تكلامي هذا الموضوع يعزني كثيرا يعني هم يقولون بأنه أذرع إيران وإيران هي اللي تدعمهم ويعني الموجودين لديهم أسلحة أغلبها إيرانية بعد ذلك الطائرة المسائرة اللي ضربت برجة 22 قالوا نوحة شاهد إيراني يعني شاهد يعني شوف وضع العراق على الرغم من جهود محمد الشاع السوداني في إيقاف حزب الله عن الاستهدافات كانت جهودة كبيرة وضغط على إطار التنسيقي وهدد الجميع وقال أنا إذا لم تستجبوا توقفوا هذا الموضوع أنا سأترك يعني أترك الموضوع لن أدخل ثاني مع ذلك شوف يعني أيضاً العراق سيكون ساحة لهذه عمليات القصف للأسف يعني سيكون أيضاً ساحة لعمليات القصف يعني عدوهم يعرفوا ومع ذلك يقصفهم بالعراق هي هذه المشكلة هنا سؤال أيضاً اشتركوا في القناة